اليوم يوم جميل للبيتكوين والعملات البديلة وراح اتكلم مجمعه عن ايش اللي اشوف بانه رح يحصل مستقبلا في السوق من ناحية البيتكوين والإيثيريوم والسولانا والعملات البديلة بشكل عام جماعة الارباح الآن ترتفع بشكل هائل جدا ولكن في عندنا بعض الاتشارتات الهائلة وكمان بعض البيانات الهائلة تقول لنا ايش اللي ممكن يكون مجهزين له علشان ما يتم خسفنا مستقبلا فكل شيء يشير الى اتجاه معين وهذا الاتجاه خليكم مجمعه معي في خلال هذا الفيديو رح اشرح كل شيء لازم تعرفوه اذا انتم داخلين في الكريبتو باي شكل من الاشكال واكيد طبعا تحديث كبير مهم بخصوص الفيديو اللي نشرته امس الارباح ترتفع بشكل كبير جدا ولكن رح تكلم هنا عن هذا الشيء بعد شوية فاخليكم معايا من بداية الى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الامنات الرقمية كل يوم ومعلمكم كيف تحصلوا على الارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب وشن نقدر نشوفه في البيتكوين البيتكوين يرتفع وماشي بشكل جانبي وفي الواقع هذا الان البيتكوين لسه ماشي في هذه الحركة او هذا النمط او النموذج البوليش اللي تكلمنا عنه بهذا الشكل وانا مش عايز اكرر نفس الشيء حدة مرات ولكن زي ما قلنا في السابق كل شيء قلناه هنا لسه يعتبر نفس الشيء اللي تكلمنا عنه في الفيديوهات السابقة البيتكوين لسه راح يحصل على حركة كبيرة للأعلى وعشان كده اذا تذكروا قبل 11 يوم انشأت فيديو وقلت فيه بانه البيتكوين مستعد للحركة الكبيرة القادمة وفي الواقع كان هذا هو الوقت اللي دخلنا فيه في هذه الصفقة في هذه الاستراتيجية اللي حاليا بارباح 56500 دولار فهذا هنا شيء هائل جدا حصلنا على هذه الحركة ولكن اعتقد بانه هذه الحركة هنا راح تستمر للأعلى وراح نوصل الى هذا المستوى عند 83000 دولار راح نوصل الى هذا المستوى عجلا ام اجلا خلوا هذا هنا ياخذ وقته ما عندي مشكلة استراتيجية تداول تبعيه تستغل هذه التقلبات وتدخل ارباح اكثر مع هذه التقلبات فيعني ما عندي مشكلة ان احنا نمشي بشكل جانبي ولكن هذا يبدو هنا شكله وكأنه عايز يرتفع اكثر وهذا ماشي بنفس الوضع وبنفس الحركة منذ ان كسرنا نماذج المدى الطويل قبل كم شهر قلت بانه نعم الان هو الوقت اللي راح نبدأ فيه بالصعود للأعلى ومنذ ذاك الوقت نقدر نشوف بانه حصلنا على حركات كبيرة للأعلى فمنذ ان كسرنا نماذج المدى الطويل وكل شيء لسه شكله جيد واعتقد بانه راح نستمر بالحركات للأعلى طيب الان قبل ان نتكلم عن اليتريوم والسولانا شكرا للتعليقات والعراء الجيدة اللي حصلت عليها في فيديو امس طبعا امس عملنا فيديو ضخم فيديو كبير جدا فيديو طويل قلت بانه انا داخل بشكل كامل الان في استراتيجيات التداول وكمان في تداول بشكل عام في سوق الكريبتو وكنت في الواقع عايز اني انشر هذا الفيديو يوم الاعد ولكن المشكلة هو انه شفت انه السوق كان شكله ساخن جدا فما قدرت في الواقع اني استنى الى يوم الاحد وكنت عايز اني انشر هذا الفيديو قبل ان ترتفع الاسعار بشكل كبير للأعلى لانه بكل صراحة لما اشوف على تشارتات البيتكوين كل شيء يصرخ ارتفاع 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 وكمان زي ما انتم عارفين الاثريوم كان شكله وكأنه عايز يكسر من الاعلى قلت هنا بان الاثريوم يبدو وكأنه عايز ارتفاع فوق تماسك استمر لعدة اشهر والان تشوفوا هذا الكسر تشوفوا هنا جماعة حصلنا على ارتفاع كبير هنا في الاثريوم وفي فيديو امس كان فيديو ضخم قدمت فيه استراتيجيتين او بوتين لهذه العملات البديلة قدمت استراتيجية للاثريوم واستراتيجية للسولانا كان الوقت سيء لانه في الفيديو اللي نشرته امس لما انشأت هذه البوتات في ذاك الفيديو بشكل سريع جدا حصلنا على انخفاض في الاثريوم وحصلنا على انخفاض في السولانا والبيتكوين فكل شيء انخفض لما نشرت الفيديو ولكن قلت في ذاك الفيديو نفسه بانه انا مش قلق قلت بانه انا متأكد بانه هذا هنا راح يتحول وقلت بانه تذكروا بانه الهدف الرئيسي من هذه البوتات وهذه الاستراتيجيات وهو انها تشتري سعر البيتكوين او تشتري العملة في اثناء الانخفاض فاذا انخفضنا فهذا معناته يعني اذا انت بوليش في المشروع اذا انت بوليش ومتفائل في الاثريوم وصلانا هو البيتكوين فهذا معناته بانك راح تدخل ارباح اكثر والى الان يا جماعة تقدروا تشوفوا بانه دخلنا ما يقارب 18 الف دولار في خلال يوم واحد في خلال 24 ساعة فقط في هذه الاستراتيجية وزي ما انتم عارفين جماعة دخلت في هذه البوتات في الفيديو اللي عملته امس فانتم كنتوا قادرين بانكم تدخلوا بنفس الوقت في هذه البوتات بالصفر دولار فالف مبروك لكل الناس اللي يستخدموا بوت الاثريوم من امس وكمان منذ عشرة ايام اذا استخدمتم هذا البوت هنا في البيتكوين فانتم مرتفعين بنسبة 56% فارباحة الى الان نحصل عليها هنا من هذه البوتات وهذا هنا الشيء رائع جدا انه نشوفه الان طبعا راح اخلي الوقت يشوف شغله راح استمر بتجميع ارباح اكثر مع مرور الوقت انا بوليش في هذه المشاريع وما اقدر انه انتظر الى ان نصل الى هذا الهدف اللي هو واحد مليون دولار فخلونا نشوفه جماعة في الاثريوم خلونا نضيف هنا بعض الارقام الاثريوم هنا طبعا هذا كان عند 17000 دولار وهذا هنا الان مرتفع فقط بنسبة 1000 دولار طيب فتقدروا تشوفه جماعة بانه هذا الان هنا لسه ما تحدث لازم انه اعدل الفروم الى هنا خلونا نستنع هنا المفروض اعمل شيء زي كذا اوكي بوم هنا تقدروا تشوفه جماعة بانه 857 الف دولار ارباح من هذه البوتات فالان نقترب اكثر واكثر الى هذا الهدف الرئيسي وهذا ما كان الشيء الوحيد اللي قدمته امس كمان دخلنا في صفقات ادوية وراح ابدأ اعمل حتى ولو اذا انتم مش عايزين تستخدموا استراتيجية تدول فطبعا راح استمر باني اشارك معكم صفقاتي الفردية وطبعا الصفقة اللي دخلنا فيها امس كانت على منصة تابت وهذا كان عند 75.600 دولار وتأكدوا بينكم ترجعوا وتشوفوا الفيديو تبعي امس اذا عزين تعرفوا اكثر عن هذا الشيء ففي الواقع تقدروا تشوفوا كل هذه الروابط في اعلى صندوق الوصف في عندكم هذا الفيديو الثاني هذا هو الفيديو اللي انا اطلقته امس وهذا هو الفيديو في الاعلى اللي نشرته قبل 10 او 11 يوم فهذه هي البوتات المهمة اللي لازم تشوفها ولكن على اي حال في ذاك الفيديو وراتكم كمان كيف تقدروا تستخدموا صفقات اللفرج على تابت اذا انتم مش قادرين بانكم تستخدموا ايا من المنصات السابقة فهذه الصفقة اللي انا جمعها الان مرتفعة ب 1500 دولار صفقة صغيرة ولكن الارباح راح يتم اخذها عند مستوى 83000 دولار على هذه الصفقة اللي دويها على المدى القصير على تابت فهذه هي جمع الاشياء المتعلقة بهذه الصفقات والتشارتات الاشياء كلها جيدة للبيتكوين والإيثيريوم وحتى كمان السولانا اعتقد بان السولانا راح تستمر بالصعود للأعلى فالى الان كل شيء جيد وكل عادة يا جماعة طبعا راح اقليكم على اطلاع هنا في هذا الملف وراح نوصل وراح نقدر نتابع ونوصل الى هذا الهدف ونراقب كل شيء طيب من ناحية استراتيجيات الاوكي اكس طبعا هذه البوتات هنا راح يتم اغلاقها عند مستوى 83000 دولار ونحن طبعا نقترب من هذا المستوى في كل يوم يمر ويتم طبعا ارباح اكثر واكثر من هذه البوتات وكمان نفس الشيء هنا في بوتات البيتكيت وارباحكم الان على هذه المنصات الان ارباح تصل الى 9 مليون دولار على الاوكي اكس و1.2 مليون على البيتكيت والان اردي 370 الف دولار ارباح على البيونيكس لكل الناس اللي استخدموا هذه الاستراتيجيات طيب الان خلونا نستمر لانه هذا هنا شيء مهم جدا لما البيتكون يوصل الى مستوى قمة جديدة فيستفيد من تعزيز قوي للأداء في خلال الاشهر القادمة المتوسط متوسط العائدات الثلاثة الاشهر بعد اعلى قمة جديدة تكون العائدات مضاعفة دبل من الفترة العادية ومتوسط عائدات الثلاثة الاشهر بعد اعلى قمة جديدة تكون مضاعفة اربع مرات في نفس المدة واذا البيتكون استفاد من هذا الارتفاع فممكن نشوف البيتكون عند ساعة 100 الف دولار في الربع الاول من سنة 2025 وانا راح اقول بانه هذا يبدو محتمل بشكل كبير جدا الربع الاول اقل شيء 100 الف دولار نعم اعتقد بانه هذا هنا شيء محتمل بشكل كبير جدا واعتقد بانه هذا هنا الشيء راح يكون صحيح وهذا راح يثبته الوقت طيب فنحن نشوف جماعة بخصوص هذا الشيء ولكن هذا هنا يرسم صورة كمان واضحة بانه تدفق العملات المستقرة الى المنصات الان يرتفع بشكل كبير فناس اكثر واكثر يدخلوا وليش يا جماعة نشوف العملات المستقرة تدخل بشكل كبير الى المنصات لانه الان حاليا الناس يدخلوا بشكل هلع يخافوا من تضيع الفرصة فالان بدأنا نشوف بشوية فومو شوية خوف من تضيع الفرصة الان في السوق وليش في عندنا هذا الشيء لانه ناس كثير كانوا على دكات الاحتياط ناس كثير كانوا متمسكين بالعملات المستقرة في الوقت اللي احنا إذا بعدنا هنا فتقدروا تشوفوا بانه انا قلت انه احنا راح نمشي بشكل جانبي وبعدها في نهاية هذا الصيف هو الوقت اللي راح تبدأ تشوف فيها الارتفاعات الكبيرة اولها الى الاعلى طيب ناس كثير جماعة كانوا مستنيين مع هذه العملات المستقرة كانوا منتظرين علشان يدخلوا لعلشان يدخلوا على فترة دخول جيدة يعني بدل فقط ان الواحد يدخل ويدخلوا بشكل تدريجي كانوا عايزين يوقطوا الدخول جيد وإيش هو الدخول الجيد الدخول الجيد هو انك تشتري البيتكوين فالآن يعتبروا مائسين وفي عندهم كل هذه العملات المستقرة وعايزين بانه يستخدموها لشراء البيتكوين فعشان كذا لما تشوفوا انه نكون في قمم جديدة تقدروا تشوفوا بانه الاسعار ترتفع بشكل كبير جدا للأعلى لانه كل الناس اللي ما كانوا قادرين انه يدخلوا تقدروا تشوفوا بانه في الاخير هنا يدخلوا بشكل هلع يخافوا من تضييع الفرصة ويشتروا في القمة وبعدها نحصل على انخفاض طبعا احنا الآن لسه مش قريبين من القمة ولكن بدأنا نشوف هنا بعض الناس اللي مستنين على دكة الاحتياط الآن عايزين يجمعوا البيتكوين والأرباح يا جماعة تنفجر هنا في هذه الاستراتيجيات وهذه المنصات حتى تقدروا تشوفوا الناس اللي اشتروا الاتف تذكروا بانه الاسبوت بيتكوين ايتيف الشيء الرئيسي وهو انه مع مر الوقت هذا رح يضيف ضغط شراء كبير على البيتكوين وشوفوا جماعة اذا شوفنا هنا على الاتف ووضعنا هذا الشيء في نظرية ففي عندنا جماعة البلاك روك بيتكوين ايتيف للتو تجاوزت وارتفعت فوق الاتف للذهب من بلاك روك فهذا البوت الآن طبعا متواجد في السوق منذ أقل من سنة والآن قيمته 33 مليار دولار هذا هنا البيتكوين ايتيف من قبل بلاك روك والذهب صندوق الذهب للبلاك روك ايتيف حاليا وصل هنا الى 32 ألف دولار ولكن هذا جماعة اخذ مننا 20 سنة شيء هائل جدا وهذا جماعة طبعا اكيد راح يستمر فرح تشوفه جماعة اموال اكثر واكثر تتدفق الى البيتكوين وبالذات مع الحكومة الحالية اللي راح تتسلم الرئاسة من بايدن وبالماسي بجماعة طبعا بالكلام عن هذا الشيء هذا في الواقع تحول كبير في السوق ليش؟ لانه فضاء العملات الرقمية او صناعة العملات الرقمية صرفت ما يقارب 135 مليون دولار لكي تدعم بعض المرشحين في رئاسة 2024 فهذه طبعا ما كانت فقط الانتخابات الرئاسية ولكن كمان كان فيه عدة ولايات وعدة مناصب كان يحصل عليها انتخابات طيب الى الان يجماعة كل مرشح الكريبتو دعمته فاز بمجموع 48 انتصار فهذا يجماعة هنا يوضحنا بانه نحن ناس الكريبتو في الواقع احنا هائلين جدا لما نكون عايزين شيء لما نكون مثلا عايزين نختار الشخص اللي في صالح الكريبتو فاحنا دائما نختار هذا الشيء نقدر ان احنا نتحكم في هذا الشيء نجعل صوتنا مسموع ونأثر على هذه الانتخابات واعتقد بانه اذا كان دونالد ترامب مش في صالح الكريبتو اعتقد ربما كان ما راح يفوز في الانتخابات هذا رأيي اعتقد بانه كان في فرصة عالية جدا بانه ممكن ما يفوز في هذا الانتخابات لانه اللي شفناه امس بانه كان في بعض البيانات تقول بانه خمسين شخص في امريكا متمسكين بالكريبتو فاعتقد بانه تقريبا كان الحضور الكلي للمصوطين 160 مليون شخص او شيء زي كده فيعني هذا ما يقارب الثلث يعني ثلث هؤلاء المصوطين كان في عندهم الكريبتو طبعا هذا اكيد مش متأكدين مية بالمية بانه بالفعل كلهم صوتوا لانه طبعا اكيد مش كل واحد عنده كريبتو نزل وصوت ولكن لسه هذه تعتبر كمية كبيرة من امريكا في عندهم كريبتو وهذا طبعا شيء مهم لهم بانه يكون رئيسهم في صالح الكريبتو او ان يكون في عندهم مسؤولين وادارة تشتغل لصالح الكريبتو لانه جماعة بالذات مع الادارة اللي كانت موجودة منذ فترة طويلة جدا كانت زبالة بصراحة كانوا يقمعوا الكريبتو بأي شكل من الاشكال كانوا يقمعوا الابتكار ويحطموا صناعة الكريبتو بشكل عام فهذا هنا شيء رائع نحن نشوفه بانه المرشح الآن اللي في صالح الكريبتو هو اللي فاز في هذه الانتخابات وفاز بأصوات الناس طيب وكمان لما نتكلم هنا عن الارباح وكيف الواحد داخل الارباح أعتقد أنا عملت قبل شهر أو شيء زي كذا عملت فيديو كبير عن العملات البديلة تكلمت فيه عن معظم هذه العملات البديلة اللي أنا داخل فيها وطبعا كنت أتكلم عن هذه العملات في فيديوهاتي اليومية وكل هذه العملات في الواقع هنا تؤدي أداء رائع جدا وعايزة جماعة أركز بشكل أكبر هنا على عملة بي بي لأن نشوفه في خلال السبع الأيام الماضية عملة البي بي هذه عملة البي بي الأصلية ارتفعت ب101% فالآن الناس يشوفوا على هذا الترنت حاليا بأن عملة البي بي هي العملة الأصلية حاليا هنا والآن الناس يبيعوا البي بي المزورة اللي تعتبر أكبر من هذه العملة فيبيعوا عملة البي بي المزورة ويدخلوا الأموال هنا في البي بي الأصلية فعشان كده جماعة الآن المجتمع هائل جدا جلوني جدا والآن يؤدي أداء رائع جدا فتقدروا تشوفوا جماعة بأن العملات البديلة تؤدي أداء رائع جدا حاليا فألف مبروك لكل الناس اللي دخلوا في هذه العملات البديلة كمان وبالذات يا جماعة لنيرو في الواقع عايزة تتكلمين شوي عن عملة نيرو لأنه نشرت خلونا نشوف والسيبول في الواقع أدت أداء رائع جدا جدا هنا كمان مؤخرا خلونا نشوف هنا على نيرو شبكة نيرو نتورك طيب في تاريخ 20 إبريل نشرت هذه العملة عمرت نيرو لما كانت عند 1 دولار في الواقع تكلمت هنا على هذه العملة على قناتي في الواقع لما كانت عند 50 سنت كمان فإلى الآن هنا على نيرو حتى في الوقت اللي الأشياء كانت ماشية فيها بشكل جانبي وبشكل جنوني كانت فقط ماشية بحركة جانبية نيرو أدت أداء رائع جدا وارتفعت الآن ب10x أكثر من 10x من هذه النقطة اللي تكلمت عنها اللي كانت 50 سنت فبكل تأكيد شيء هالجدا شيء رائع جدا راح أستمر جماعة بأنه أعطيكم هذه العملات البديلة راح أستمر بأنه أشارك معاكم صفقاتي إذا عايزين كمان تنضموا إلى هذه الصفقات وهذه الإستراتيجيات فتقدروا تعملوا هذا الشيء حاليا الصفقات الموجودة فقط كتذكير سريع أنا أشتري البيتكون وأنا مؤمن بأنه راح نرتفع إلى مستوى 83 ألف دولار طبعا لسه هذه الصفقة مفتوحة على منصة تابت فتحتها في فيديو أمس أعتقد بأنه راح نرتفع إلى هذا النقطة وهذا المستوى ورح أخذ الأرباح وإذا هبطنا فرح أضيف أكثر هنا في هذه النقطة إذا هبطنا راح أضيف أكثر وبعدها راح أستنى هذا الارتداد والارتفاع ورح أخذ الأرباح في الأعلى فما عندي مشكلة جماعة إنه إحنا ننخفض إذا انخفضنا راح أجمع أكثر وبعدها راح أحصل على أرباح أكثر في الوقت اللي نرتفع فيه إلى هذا المستوى في الأعلى فما عندي أي مشكلة من ناحية هذا الشيء وبذات لإستراتيجية تداول تبعي لأنه راح تستغل هذه التقلبات بشكل هائل جدا وتدخل أربع هائلة جدا ولكن جماعة هذا كل شيء ندلكم اليوم أكيد طبعا إذا عايزين تستخدموا هذه الإستراتيجيات فتأكدوا بأنكم تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو في عندكم هذا هنا انسخ صفقات التداول تبعي أول شيء شوفوا هذه الفيديوهات التعليمية في الأعلى ولكن إذا فقط عايزين تنسخوا هذه البوتات فأول شيء انزلوا هنا وسجلوا في منصة البايونيكس عن طريق هذا الرابط اضغطوا على هذا الرابط علشان تكونهم أهلين للبونس وبعد كده إذا عايزين تنسخوا استراتيجيات البيتكوين في عندكم هذا الرابط وإذا عايزين تنسخوا استراتيجيات الإيثيريوم في عندكم هذا الرابط وإذا عايزين تنسخوا استراتيجيات السلانة ففي عندكم هذا الرابط وإذا عايزين تنضموا إلى صفقاتي الفردية نفس هذه الصفقة المفتوحة على تابت طبعا راح أستمر بأن أشارك معكم هذا الفيديو كمان ففي عندكم جماعة أفضل المنصات موجودة هنا في الأسفل تقدروا تختاروا إيش هي أفضل المنصة لكم طبعا تابد في الواقع مفضلة للناس الموجودين في أمريكا وفي بريطانيا وبقية الدول اللي عليها قيود فتقدروا جماعة تختاروا أي من هذه المنصات المفضلة عندكم من هذه الروابط جماعة هذا كل شيء عندكم اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم